السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثالث متوسط كما اتفقنا بالآخر جزء اللي نشارته عن شرح الفصل قلنا رح نحل الأمثلة والأسئلة في محاضرة خاصة الآن رح نشرح مثال صفحة 71 في الشكل المجاور عدي ثلاث مقاومات المقاومة الأولى مقدارها 6 أوم المقاومة الثانية مقدارها 9 أوم والمقاومة الثالثة مقدارها 18 أوم مثل ما نشوف المجموعة مربوطة على التوازي إلى مصدر أو فرق جهد كهربائي مقدارها 18 فولت المطلوب من عندي مقدار المقاومة المكافئة والتيار المسافي في كل مقاومة والتيار لكل المساف في الدائرة من خلال الرسم الموضح عندي قيم للمقاومات المعلومة عندنا وعندي فرق الجهد لكل الفيتو الموضوع على المجموعة يساوي 18 فولت يريد من عندي مثل ما اتفقنا المطالب المطلوبة وهي أولاً مقدار المقاومة المكافئة بما أن المجموعة مربوطة على التوازي إذن نطبق العلاقة العامة لإيجاد المقاومة المكافئة لهذه المجموعة سيساوي لـ 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3 أي مجموع المقلوبات المقاومات يساوي مجموع مقلوب السعة المكافئة بعد التعويض عن قيم المقاومات اللاحظ ممكن أن نوحد المقامات باستخدام الرقم 18 يطلع عندي الجواب بالنتيجة مثل ما تشوفون بالتفصيل آني كاتبة يطلع للمقاومة المكافئة النهائية ثلاثة اللي هي المقاومة المكافئة الدائرة مربوطة عندنا على التوازي عندي آني فرق جهد المجموعة بما أن الدائرة مربوطة توازي إذن فرق جهد المجموعة يساوي فرق جهد المقاومة الأولى ويساوي الفرق جهد المقاومة الثانية ويساوي فرق جهد المقاومة الثالثة اللي هو 18 فولت بتطبيق قانون أوم اللي إحنا رسمت لكم المثلث مالتا بالشكل اللي دا شوفوه حيث أن النسبة بين فرق الجهد والتيار يساوي لي المقاومة إذن يمكن إيجاد التيار من العلاقة V على R إذن I1 رح يساوي لي V1 على R1 رح نعاوضه 18 على 6 يطلع لي التيار 3 أمبير هذا التيار المار في المقاومة الأولى أما التيار المار بالمقاومة الثانية من نفس القانون رح يصير V2 على R2 أي 18 على 9 يطلع ل 2 أمبير التيار المار في المقاومة الثانية أما التيار المار في المقاومة الثالثة رح يساوي لي V3 على R3 أي أن I3 رح يساوي 18 على 18 ويساوي لي 1 أمبير إذن طلعت التيار المنساف في كل مقاوما لإيجاد التيار الكل المنساف في الدائرة رح نطبق العلاقة اللي تقول I2 طالح يساوي ل I1 زاد I2 زاد I3 ليش استخدمنا هذه العلاقة؟ لأنه المجموعة مربوطة على التوازي إذن التيار الكل رح يساوي لمجموعة التيارات المارة في المقاومات المربوطة في الدائرة إذن I1 ثلاثة I2 ثلاثة I2 ثلاثة I3 واحد مجموعة ميطلع لستة أمبير هناك طريقة ثانية لإيجاد التيار الكلية I2 طال من العلاقة العامة لقانون ON V2 طال على R1 حيث أن V2 طال 18 R1 هي ثلاثة إذن 18 على ثلاثة 6 أمبير يقدر الطالب يتأكد من حلة عندها حلة بالطريقة الثانية وأي طريقة يحلها الطالب هي طريقة صحيحة يقدر يستخدمها هاي بالنسبة للمثال الموجود عندي بالكتاب نيجي الآن إلى حل المسائل الفصل نبدأ بأول سؤال السؤال الأول يقول المرة تشحن مقدارها 9 ميكرو كولوم خلال مقطع عرضي لموصل خلال زمن مقدار 3 ميكرو ساكيد إليس من عندي التيار المار خلال مقطع الموصل إذن T موجود 3 ميكرو ساكيد Q موجود 9 ميكرو كولوم المطلوب من عندي التيار المار في الدائرة تطبيق مباشر للعلاقة اللي تقول التيار يساوي لي الشحن على الزمن عندي مقدار الشحنة وعندي مقدار الزمن بس لاحظنا انه الشحنة بالمايكرو كولوم تحول الى كولوم تضرف في عشرة السالب ستة اما الزمن بالمايكرو سكند ايضا يضرف في عشرة السالب ستة حتى يتحول الى سكند ومن الاختصار الموجود عندي بالتطبيق الرياضي احصل على النتيجة النهائية للتيار وهي ثلاثة امبير بالنسبة للسؤال الثاني ايضا نعطيني شكل اللي شاكد نشوفه امامنا عندي ثلاثة مقاومات الأولى ثلاثة ثانية ستة ثالثة تسعة مربوطة هاي المجموعة على التوازي مع مصدر او بطارية بحيث يمر تيار كلي في الدائرة مقدارة دعش امبير المطلوب من عندي اول الار ايكل مقاومة المكافئة فرق الجود على طرفي كل مقاومة يعني في وان في تو في ثري وكذلك مقدار التيار المسافي كل مقاومة اي و اي معنا ذلك اي وان و اي تو و اي ثري بما ان المجموعة مربوطة توازي انطبق العلاقة العامة لاجادة المقاومة المكافئة لهذه المجموعة بالعلاقة السابقة لنفس العلاقة اللي استخدمناها بمثال والتعويض عن قيمة ار وان و ار تو او ار ثري حنوحد المقامات المضاعف المشترك هو ثمنتعش ثم نجد مقدار المقاومة المكافئة بقلب المقدار اللي طلع عندي واحد على ار ايكل طلعت انه دعش على ثمنتعش اذن ار ايكل تساوي لي ثمنتعش على دعش اوم هذا مقدار المقاومة المكافئة للمجموعة لاجاد فرق الجهد على طرفي كل مقاومة اللي هو نفسه فرق الجهد الكلي بالدائرة لان المجموعة مربوطة على التوازي نجد في توطل من العلاقة ار اكل في اي توطل حيث ان في توطل رح يساوي لي ار اكل اللي هي ثمنتعش على دعش مضروبا في تيار الدائرة دعش ومن بالاختصار يطلع لي في توطل يساوي لي ثمنتعش فولت وهو نفسه في وان وهو نفسه في تو وهو نفسه في ثري اي فرق الجهد على طرفي كل مقاومة يكون متساوي على المجموعة وفي مجموعة المقاومات لان المقاومات مربوطة على التوازي الان لكل مقاومة عندي فرق جهدها وعندي مقدارها نستطيع ان نجد التيار المار في كل مقاومة من تطبيق قانون اوم حيث أن i1 سيساوي V1 على R1 V1 عنده 18 R1 3 يصل لـ 6A تيار المقاومة الأولى أما تيار المقاومة الثانية فيحسب من العلاقة V2 على R2 إذن i2 سيصل لـ 18 على 6 ويصل لـ 3A تيار المقاومة الثانية أما تيار المقاومة الثالثة يحسب من العلاقة V3 على R3 إذن i3 سيساوي 18 على 9 سيساوي 2A يقدر الطالب يتأكد إنه صحة الحل وجمع التيارات اللي حصلت عليها ستة زائد ثلاثة زائد اثنين يطلع لدعش أمبير إذن هو التيار نعطيني بالسؤال أي أنه حلي صحيح بهالي الطريقة يستطيع الطالب أن يتأكد من حله ومن ثم يكون إذا حل عنده لا سمح الله غلط يعيد الحل وإذا الحل صحيح خيره على أخير نجي الآن إلى جوال السؤال الثالث اللي عندي أيضا دائرة اللي مرسومة بالشكل نعطيني مقاومتين الأولى مجهولة واثنانية اثنين أوم والمجموعة هذه مربوطة هاتان المقاومتين على التوالي بحيث يموت تيار في الدائرة مقدار اثنين أمبير وفرق الجهد المصدر للموضوع على الدائرة مقدار اثنين فولت كما موضح بالمعطيات اللي كاتبت لكم إياها المطلوب حل المسألة إيجاد الار المجهولة اللي هي ار وان وفرق الجهد على طرفي كل مقاومة يعني شنو فرق الجهد على طرفي كل مقاومة يعني في وان وفي تو أول شي بيش راح نبدأ إحنا لإيجاد المقاومة المجهولة اللي هي ار وان نحتاج أن نطبق العلاقة ار اكول تساوي ار وان زائد ار تو المفهوظ عندي ار تو متوفرة ار وان مجهولة إذن لو توفرت ار كيو اكول ممكن إيجاد المقاومة المجهولة من أين نجد ار اكول من العلاقة العامة اللي عندي في توطل على اي توطل اي توطل موجود عندي 2 امبير في توطل موجود عندي بقسمة ار اكول هتساوي لفي توطل على اي توطل 12 على 2 هتساوي على الرقم اللي هو 6 اوم هذي 6 اوم تمثلي الار اكول المقاومة المكافئة في الدائرة ارجع اعوضها بالمعادلة التي نجد فيها ار اكول اللي ساوي ار وان زائد ار تو لان المجموعة مربوطة توالي في المقاومة المكافئة تساوي لمجموعة المقاومات المربوطة على التوالي ار اكول 6 ار وان مجهولة ار تو 2 اذا ار وان راح تساوي لستة ناقص 4 ار اثنين اذا تطلع للار وان 4 اوم مقدار المقاومة المجهولة المعلومة اللي نعطنيها بالسؤال قاية اللي اي توطل يساوي لاثنين امبير بما ان الدائرة مربوطة على التوالي اي ان هاي المقاومات مربوطة على التوالي اي ان اي توطل هو نفس اي وان هو نفس اي تو ويساوي لاثنين امبير اذا اي توطل يساوي اي وان ويساوي اي تو ويساوي لاثنين امبير لأن المقاومات مربوطة على التوالي إذن لكل مقاومة من هاي المقاومات علمتيارها المقاومة معلومة إذن نستطيع أن نجد V1 اللي حيساوي لي R1 في I1 4 في 2 يطلع لي 8 فولت أما V2 حيساوي لي R2 في I2 يعني 2 المقاومة الثانية في 2 التيار يطلع لي 4 فولت إذن طلعنا فرق الجهود على طرفي كل مقام ويستطيع الطالب أن يتأكد من حل بأن يجمع فروق الجهود V1 زائد V2 8 زائد 4 يطلع لي 12 المفروض يطلع لي فرق الجهدي الكلي وفعلا يطلع لي فرق الجهدي الكلي اللي هو 12 فولت إذن تأكدت من الحل بهذه الطريقة يتأكد الطالب من حله صحيح بنهاية هذا السؤال نكون قد أنهينا مسائل الفصل الثالث توفيق للجميع إن شاء الله السلام عليكم